السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المتابعين في الوطن العربي الكبير أهلا وسهلا بكم جئتكم اليوم بفيديو جديد وهو قصة قصيرة تحكي عن ملك تزوج بامرأة فقيرة واسم هذا الفيديو ولا يوم الطيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله قصتنا لهذا اليوم رواها لأخي وصديقي أبو حسن جاء من أمريكا ولكنه في جلسة مجلسات كنا نتحدث عن أمور الاجتماعية بين الزوج وزوجته واجبات الزوجة تجاه زوجها واجبات الزوجة تجاه زوجها والعلاقات بين الآباء والأبناء والزوجات فقال اسمعوا هذه القصة مني لعلكم تستفهمون وتفهمون ما معناها في النهاية خليكم معنا قصة جميلة جدا ولها معنا كبير جدا ولا أعني في هذه القصة أن أجرح مشاعر الرجال أو مشاعر النساء بسم الله نبدأ في زمن من الزمان كان يعيش هناك ملك أعزب غير متزوج وله قصو قص كبير كان يحكم بلادا كثيرا ففي يوم من الأيام مر هذا الملك بقرية من القرى التي يحكمها فرأى صبية جميلة تلعب بالطين تمسك الطين وتلعب به بصابعها يعني هي عندها نوع من أنواع الهواية أن تلعب بالطين وتملس بيديها فمرل علي فقال ماذا تفعلين يا صبية فقالت له أنا ألعب بالطين فهذه هوايتي أن ألعب بالطين في يدي ولا أجد شيئا ألعب به هذا هو المكان الوحيد الذي آتي به وألعب به بالطين فأعجب هذا الملك بهذه الفتاة وذهب إلى القصر فقال آتوني بخبرها بخبرها وخبر أهلها وكيف يعيشون وأين تسكن فآتوا بخبرها وأعجب بحياتها وبأهلها فذهب إلى والدها وطلبها منه للزواج ولكن أبا هذا واكل ولكن والد هذه البنت قال له نحن يعني بالمعنى العربي نحن فقراء جدا وأنت ملك الملوك وأنت ملك ونحن فقراء فقال أنا أريد أن أتزوج ابنتك فقد أعجبتني أعجبني جمالها وأخلاقها وتربيتها فوافق والد هذه البنت وتزوجها ذلك الملك ووضعها عنده في القصر وأصبحت هذه الفتاة هي الملكة أصبحت هذه الفتاة ملكة تسكن في قصر هذا الملك العادل وفي يوم من الأيام طلبت هذه الفتاة من ذلك ملك أن يأتيها بالطين أن يعطيها بالطين الذي يصنع منه الفخار أو السلسبيل أو الصلصال التي يصنع منه الفخار فقال آتوني بهذا الطين يعني الرجل لم يكسر بخاطر زوجته وآت بها بالطين فقال لحراسه أين يبيعون هذا الطين فقالوا له في القرية الفلانية ولكنها بعيدة فقال اذهبوا إلى تلك القرية وصاحب هذا الطين وآتوني بذلك الطين بعجل فذهب الحراس إلى تلك القرية وآتوا بهذا الطين إلى الملك فجاء الملك بجاط كبير منصع بالذهب وماء من الزهب وماء موجود به مخلوط بالذهب فوضعه أمامها ووضع الطين أمامها وقال لها هذا ما طلبت فبدأ تلك الفتاة تذهب تضع الطين على يديها وبنى أصابعها وتلعب بالطين حتى انتهت فكان الملك كل ما تطلب منه كل ما طلبت منه هذه زوجته طين يذهب ويأتيها بها يعني كان هذا الملك ماذا تقول له زوجته لا يقول لها لا كان يدللها بكل ما تأمر به وفي بعض الأحيان كانت هذه الزوجة تطلب منه أشياء فوق طاقته ولكنه كان يأتي بها رغبة لها وكان يدللها دلالا كبيرا باعتبارها فتاة فقيرة من طبقة فقيرة وأصبحت زوجته وكان هذا الملك رجلا بمعنى الكلمة يحافظ على زوجته كان يحبها حبا كبيرا وكان يأتي بكل شيء تطلبها منه وكان يقوم بواجباته تجاهها كزوج وكرجل وفي يوم من الأيام جاء علي حضاص وقال له بأنه يوجد انقلاب عليك ومظاهرات ضدك في البلاد المجاولة لنا نريد منك أن تأخذ زوجتك وتختبئ خوف من اغتيالك فقال لهم بلك أين أذهب لا يوجد مكان لي فكل البلاد الآن مشتعلة ويلجون اغتيالي وهنا أنا أذكر شيئا قليلا كل إنسان ناجح له أعداء في هذه الحياة فقال له أحد الحراس إن لك جزيرة نائية لا يعرفه أحد إلا أنا وأنت قل زوجتك وذهب بلاد الجزيرة وعش بها حتى تنتهي قصة الاغتيالات أو قصة المظاهرات الموجودة في البلاد فجاء هذا الملك إلى زوجته وقال لها يا زوجتي إن البلاد تشتعل وهناك أمور لا نستطيع أن نبقى هنا في معظم الناس أو الإنقلابيون يريدون قتلي ويريدون اغتيالي فهناك جزيرة نريد أن نذهب أنا وأنت إليها ونعيش بقية حياتنا فيها فما كان من زوجتي إلا أن قالت له إلى أين أذهب إلى جزيرة قال نعم نذهب إلى جزيرة نعيش على يعني زي ما بقوله أخواتنا نصي على أن نعيش على كد حالنا ونترك المملكة ونترك كل شيء خلفنا كل هذا الجاه وكل هذا المال وكل هذا الملك نتركه خلفنا ونذهب إلى الجزيرة نعيش بأمان بعيدا عن الاضطرابات بعيدا عن القلق بعيدا عن المشاكل فقالت له بعدما أصبحت ملكة بعدما أصبحت ملكة وأحكم هذه البلاد أذهب وأعيش معك في جزيرة نائية لا أجد فيها كل شيء كنت أطلبه لا أنا لا أريد أن أذهب معك فقال لا فاستغرب الملك كثيرا من زوجتي فقال له ماذا تقولين ألا تريدين أن تذهبي معي وأنا قدمت لك كل شيء فقالت له زوجته أنت ماذا قدمت لي أنت لم تقدم لي شيئا فقال لا كل هذا الجاه وكل هذا المال وكل هذا الحكم وكل شيء قدمت لك تقولين لم تقدم لي شيئا قالت لا نعم لم تقدم لي شيئا فقال لا حتى يوم الطين ولا يوم الطين فقالت له ولا يوم الطين قصتنا هنا انتهت سيدات وسادتي ولهذه القصة مغزى ومعنى كبير جدا أترك لكم بالتعليقات أترك لكم حرية التعليقات أو كتابة التعليقات ماذا استفدتم من هذه القصة وماذا علينا من هذه القصة أرجو أن أكون قد يعني ماذا أقول لم أثقل عليكم كثيرا وأرجو مرة أخرى بأن لا يكون هناك الزعاج للرجال وزعاج للنساء من خلفية هذه القصة مرة أخرى أترك لكم التعليق على هذه القصة حرية التعليق على هذه القصة وما هو رأيكم بالملك وما هو رأيكم بزوجته إلى هنا أستودعكم بالله الذي لا تضيع ودع وكان معكم أخوكم عماد زيد بالفلسطين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر